اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الزمان بخير والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميل لو تلف الكون ما تلقى مثيلة الوطن ما له شبيه ولا مثيل في سمو طويق من القابديلة بس غير طويق ما نلقى بديل فلو البيرق على راس طويلة لين ما يبقى على الدنيا طويل في سمو طويق من القابديلة بس غير طويق ما نلقى بديل فلو البيرق على راس طويلة لين ما يبقى على الدنيا طويل الزمان بخير والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميل لو تلف الكون ما تلقى مثيلة في الوطن ما له شبيه ولا مثيل واسرجوا لمحمد الشقرة الأصيلة الأصايل ما تحفل للأصيل ينقض كبار المهمات الثقيلة الثقيلة ما لها غير الثقيل الزمان بخير والدنيا جميلة واسرجوا لمحمد الشقرة الأصيل الأصايل ما تحفل للأصيل ينقض كبار المهمات الثقيلة الثقيلة ما لها غير الثقيل الزمان بخير والدنيا جميلة الزمان بخير والدنيا جميلة لحالته جميل لو تلف الكون ما تلقى مثيلة في الوطن ما له شبيه ولا مثيل ترجمة نانسي قنقر أو انسى الوادي حنيفة عن نزيلة يا سلام الله على عز النزيل وانشدنا السيفة لاجرب عن عميلة ما يبي غيرك عقوب تركي عميل الزمان بخير والدنيا جميلة أو انسى الوادي حنيفة عن نزيلة يا سلام الله على عز النزيل وانشدنا السيفة لاجرب عن عميلة ما يبي غيرك عقوب تركي عميل الزمان بخير والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميل لو تلف الكون ما تلقى مثيلة في الوطن ما له شبيه ولا مثيل ترجمة نانسي قنقر يا محمد والغالى رعي طويلة والله إن الحب في حقك كليل يا محقك أمنيتنا المستحيلة انت بو سلمان ولا المستحيل يا محمد والغالى رعي طويلة والله إن الحب في حقك كليل يا محقك أمنيتنا المستحيلة انت بو سلمان ولا المستحيل الزمان بخير والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميل لو تلف الكون ما تلقى مثيلة في الوطن ما له شبيه ولا مثيل موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كرة على قرات خريجية موسيقى في رعاية الفيصل غداً الخميس انطلاق مؤتمر رابطة المدربين السعوديين موسيقى التظاهرة الرياضية الوطنية الكبرى تتواصل في يومها السابع والأمير فهد بنجلوي يتوج الفائزين بمنافسة رفع الأثقال البرلمبية الأمير دليل بنتنهار تتوج الفرق الحاصلة على ميداليات كرة السلة بدورة الألعاب السعودية الصقور يواصلون التأهب للمنديال ورينارد يرفع وطيرة الاستعدادات لمواجهة آيسلندا غداً انطلاق بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت ثلاثة وعشرين عام في جداه بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب رئيس اتحاد الجنباز ضيفاً على كورة في كورة رئيس اتحاد كرة السلة يكشف تداعيات القضية الأبرز في اللعبة بين ناديي النصر وأحد اتحاد الرياضة للجميع يعلن عن النسخة الثانية من ماراثون الرياض الذي ينطلق في فبراير المقبل ضمن موسم الدرعية الحادي عشر من نوفمبر موعداً لجولة العالم لكرة السلة ثلاثة في ثلاثة هذه علاوية الحلقة اسمحوا لي في بداية ورحب ضيفنا كرام معنا في السيديو والأستاذ سليمان الجاسر رئيس الاتحاد السعودي للجنباز أهلاً وسهلاً يا أبو محمد يا أهلاً والله مرحباً حياكم الله سعيد بوجودك معنا شكراً لك يعطيك الأفعاد دي سويد أهلاً وسهلاً يا أهلاً ومرحباً بك وأخوة المشاهدين سعيد التواجد مع أبو محمد لنتشرف فيه بحي صلاحة البيت طبعاً والزميلة الخبير ماجد طبعاً أي طبعاً الخبير ماجد التواجد يا أهلاً وسهلاً وجود الله يتزاك خير أنتوا القائمين على برنامج كورة صرنا يعني نتقف في الألعاب الفردية والألعاب المختلفة اليوم أبو محمد الغالي بن الغالي منورنا إن شاء الله نقدم حلقة تليق بكم أهلاً وسهلاً أحنا قاعدين في هذه الفترة الفترة الأولمبية في البلد نقدم تغطيات يومية عن هذه الدورة ونحاول نستضيف أكبر عدد من الرؤساء الاتحادات نتعرف عليهم نفتقف المشاهد ونفهمهم لأن الأعلام الرياضي واحنا جزء منها يعني مركزين في الكورة الكورة يعني لا تلومون يعني الكورة يعني أكسوجين نتنفسها لكن نحاول قد ما نقدر نقوم بدورنا التوعوي والتثقيفي في الألعاب الأخرى ومش بس كده يعني حتى الدورة اللي موجودة هالأيام دورة مهمة يعني مهمة 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 وأنا قاعد أفكر كيف بيكون شكل الدورة الثانية يعني بطولة ضخمة جداً يعني ممكن تكون شيء شيء أكثر أكثر من اللي قاعد يصير هالمرة بعشرة مرات إن شاء الله إذا استمرت اتحاد الجنباس نعم نصالف معاك بس عندنا تقرير كده نشوفه افتتاحي كده نلتقط فيه انفاسنا قبل ما نبدأ الحلقة وبعدين نصالف معك سجل الاتحاد السعودي للجنباس حضوراً لافتاً بين الاتحادات الرياضية المحلية منذ إنشائه في عام 1979 رصد الاتحاد أهدافه على مدار السنوات الماضية وصب كامل تركيزه في تطوير المواهب المحلية وزيادة عدد الممارسين من خلال رزنامة البطولات الموسمية التي تتجاوز خمس عشرة مسابقة في مختلف مناطق المملكة الشمولية واتساع رقعة المنافسة أسهمت في رفع عدد لاعبي الاتحاد حتى بلغ عددهم اليوم خمسمائة وستة وعشرين لاعباً مسجلاً إضافة إلى ستة وعشرين مدرباً للأندية بإدارة اثنين وثلاثين حكم هذه الأرقام شهدت تواجد العنصر النسائي بثلاثمائة لاعبة حيث تزايد الشعبية اللعبة لديهم تحت إشراف مهل غنيم مديرة الرياضة النسائية في الاتحاد مما كان دافعاً في إطلاق أول بطولة النسائية في سبتمبر الماضي استراتيجية الدعم الرياضي فتحت أبواب الأندية لاحتضان الجنباز ضمن منافساتها حتى فعل واحداً وعشرين نادياً هذه اللعبة للدخول في مرحلة جمع النقاط لمبادرة الألعاب المختلفة حيث يبلغ نصيب الجنباز ستين نقطة بإجمال ثمانية عشر مليون ريال اتحاد الجنباز يطمح الاكتشاف أبطال أولمبيين ينافسون على الصعيد المحلي والقاري والبداية كانت من دورة الألعاب السعودية حيث حصد المشاركون ثمانية عشرة ميدالية كانت الحصة الأكبر منها لنادي الاتحاد حيث خطف ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين طيب أبو محمد خلنا عرفك بنفسي أنا أكبر واحد في الدنيا عنده جهل بمعلومات اتحاد الجنباز فاستهدي بالله كذا شوي شوي وعرفنا على هذا الاتحاد أنا واحد عندي بنت عشر سلوات دانة أقول اسمها عشرة مبصر نايمة هي تشوفني عادة حيث نحن يقولي مساهر بنتك للحين تحب هاللعبة وإحنا قاعدين نخليها تمارس الرياضة بس ما أعرف أي مركز لاتحاد الجنباز ما أعرف وين يتجمعون حتى المركز اللي أنا مسجله فيه هو مركز خاص ما أعرف هل في أحد قاعد يتابع تابع جودته يتابع الأداء اللي فيه إحنا معلوماتنا صفر عن اتحاد الجنباز فكذا أنت تعامل مع واحد ما يعرف شيء واخذني واحدة واحدة أنتم مين أبدا ما قاعدين نفعل في البلد أبدا نحن هنا موجودين لتثقيف الجميع نحن في اتحاد الجنباز عندنا تسع أندية خاصة للبنات وعندنا أندية حكومية نادي واحد الذي ينفعل الرياضة للنساء الذي ينادي الاتحاد ويبدأ من الموسم القادم سجلوا لاعبتين وبالطريق إن شاء الله فيه أكثر من نادي حكومي إن شاء الله بفعلا للنعبة من ناحية الأندية الخاصة عندنا ناديين الذين يحصلون على الترخيص نادي لمبر ونادي أكروفيت وفي الأندية الباقية عندنا تسع أندية خاصة ثنين منها اللي حصلنا على الترخيص باقي السبع عندهم مهلة سنة لدي تحصيح وضاعهم وحصول على الترخيص اللازمة وإن شاء الله نتعاون ما هذا الترخيص ما مطلوب منهم نحن نرسل لهم المتطلبات للحصول على الترخيص ما مطلوب؟ أنا واحد أفتح بكرة نادي خاص مشرف على اللعبة مدربين أكفاء ما يعني مدربين أكفاء؟ يعني مدربين سيفياتهم من ألعاب من أصحاب الجنباز يعني نجيب مدرب بدنية ما عنده خبرة في الجنباز ويدرب جنباز لا لازم يكون من أبناء اللعبة سواء كان مدرب أو حكم أو أهم شيء يكون فاهم في لعبة الجنباز أوكي والمعدات اللازمة فنتأكد أنه عندهم معدات اللازمة وطريقة التدريب تكون بطريقة في معدات يعني يعني خاصة أنا عارف أنه في معدات خاصة بالجنباز بسكسد أنه في معدات ممكن تكون مذرة يعني ما تكون أصلية ما تكون ممكن ما تكون بزوايا معينة في بعض المعدات تكون يعني جودتها ضعيفة وتسبب مشاكل يعني الفئة العمرية يختلف فيها الأجهزة من فئة عمرية للفئة عمرية لا عندنا حنى للنساء عندنا أربع فئات عمرية عندنا طل عمرك من 6 إلى 8 عندنا من 9 إلى 11 وعندنا من 12 إلى 14 للبنات وعندنا يعني هي مفاعلة فقط لعبة الإقاع الفني للبنات والأضناء الإقاع الفني هي 6 أجهزة للأولاد وأربعة أجهزة للبنات أحباً الجنباز أي في لها في لها ثمانية ألعاب مختلفة يعني لم يمكنهم زي بعض هذول اللي يروحون لسوون زي لا جد أسأل لا 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 تضحك ماجد لا جد أسأل أنه أنا أجهل أي نحن ممكنهم لعبة واحدة لا هي ثمانة ألعاب مختلفة نحن نفعلين لعبة واحدة منهم وهذه اللعبة للأولاد هي 6 أجهزة وللبنات هي 4 أجهزة حتى لو بغيت ممكن أذكر لك يعطينا يعطينا مهم جد الجنباز الفني لرجال 6 أجهزة الحركات الأرضي حصان الحلق والحلق وطاولة القفز والمتوازي والعقلة وللبنات جهاز حركات الأرضي وطاولة القفز وعموذ التوازن وعرض التوازن فللأولاد في اللعاب السعودية شاركوا في 6 أجهزة هذه دعونا سهلنا قليلا للبنات 4 أجهزة وللأولاد 6 أجهزة هل للبنات 4 أجهزة هو بس لهم 4 أجهزة أو لهم أكثر أو لذي أنتم مفاعلينها 4 لا هي 4 فقط هي أساسا 4 اللقاء الفني هذه 4 فقط طيب وش فيها لعاب غير اللقاء الفني فيها عندنا طال عمرك هي ثمانية هي الجنباز للجميع الجنباز الفني للرجال الجنباز الفني للسيدات الجنباز الإقاعي الترامبولين الجنباز الأكروباتي والأيروبك والباركور فحنا عندنا خطة أنه بنحاول نفعل من موسم 2024 لأنه تقريبا باقي بطولة واحدة على نهاية الموسم ولا عندنا الوقت الكافي ندرج على لعاب الجديدة للموسم القادم فإن شاء الله من الموسم الذي بعد القادم رح نفعل لعبة لكل موسم فإن شاء الله الهدف أن يكون عندنا على الأقل في السنتين القادمة أربع العاب من الثمانية وإن شاء الله كل سنة بنحاول نزود طيب أنا كيف أعرف أنه بنتي قاعد أحطها في مركز فاهم عارف زي ما قلت أنت المدربين اللي فيه هم متخصصين ما هم مدرب تربية بدنية أنا ما عارف أنا شوف واحدة واحدة تمسك البنت وتلعبها كيف أضمن؟ كيف أضمن؟ تضمن عن طريق الاتحاد السعودي للجنباز تشوف عن طريق الموقع أو ترسلون عن طريق الإيميل ما هي الأندية الخاصة اللي حاصلين على ترخيص الاتحاد السعودي للجنباز والأندية الخاصة هذه عندها جميع المتطلبات اللازمة للجنباز أنتوا تسوون جولات على الأندية المرخصة عندكم ناديين تسوون جولات عليهم؟ طبعا وصل بعضهم حتى بعضهم كانوا مدربين عندنا يعني أبناء اللعبة وحاصلين على بطولات في اللعبة فمثلا زي نادي أكروفيت المالك ومدير النادي هو لاعب سابق وكان مدير عندنا في مركز الرياض طيب أنا ما أريد أن أسجل بنتي في مدرسة خاصة أو في نادي خاصة أريد أن أجيبها عندكم أنتم في الاتحاد عندكم مركز نعم عندنا مركزين مركز الرياض ومركز الدمام وإن شاء الله بالطريق إن شاء الله بيكون في مركز الجدة هذه مجانية ولا برسوم؟ لا هذه برسوم بس يعني تعتبر أقل من الرسوم الأندية الخاصة طبعا هي لثلاثة شهور ثمانمائة ريال فتعتبر مقارنة في الأندية الخاصة يعني أقل بكثير ثلاثة شهور ثمانمائة ريال نعم طبعا معلومة هذه ما يبع عندك فمعرف أقسم ثمانمائة على كم؟ ثلاثة شهور على ثلاثة شهور يعني مئتين ستة وستين ريال نعم أوكي والله ما عرف أحسب تكلم صدق يعني جد أحب أن أكون دقيق مع المشاهدين الموجود الخاص أنت مسجل بنتك بكم؟ لا عشاني مذيع قرور يبلاش لا لا جد والله جد نحن نعرف مقارنة أبو محمد يقول لك ثمانمائة نحن نعرف مقارنة بين الحكومي والخاص أنا جد أكلمك أنا الحاجات اللي للبيت ما تدخل فيها ومعلوماتي عنها يعني محدودة وعلى فكرة ترى مركز الرياض اشتراك دانا خلاص المدام اي اشتراك دانا مركز الرياض يعني لأنها هي المسؤولة عن كل شيء نحن في البيت هي كابتن الفريق هي المدير فهي جاوبنا ومركز الرياض طلب عليه عالي جدا لدرجة نحن مو قادرين نوفر يعني أوقات لبعض المدربين فقاعدين الآن نجيب مدربين إضافيين على اساس نزود الأوقات وتدريبات اللاعبين فالطلب عالي جدا طيب 266 ريال الشهر نعم ثلاثة شهر عندكم نعم كم يوم في الأسبوع مين اللي يدربهم و أنا حي قلت لك بنتي أريد أن أجيبها عندكم أي علمني ما المطلوب المطلوب طال عمرك أول شيء لما تجيبها مركز الرياض راح تشوفها مديرة الإلعاب النسائية أوكي وتقيم حالتها ثم بعدها تقيم حالتها كيف حالتها مستوها البدنية ولا الصحية لا مستوها مستوها فإذا هي مثلا بدائية والتي هي متوسطة والتي هي متقدمة طفل ما عنده أي ما عنده خلفي وهلا يبون يبون يسجلونه بكرة صباحا أبو محمد راح تبدأ مرحلة تأهيل مرحلة تأهيل من الصفر يعني فرح تكون يعني الكرسات مكثفة يعني راح يكون يعني بشكل مكثف محاولة تطوير اللاعبة إلى من توصل إلى مرحلة متوسطة وتكون يعني تطوير مع بقي اللاعبات لأن المرحلة البداية الصعب أن تطوير مع باقي اللاعبات باقي رأني يدربه البنات Elderания مدربين مدربات استوى أرد مهم جدا أن يكونوا مدربات لا مش مهم لكن و живنا حاليا يوجده مدربات و فيه مثلا مدرب مشرف على المدربات ما كيف متوسطة حق المدربات اللي عندكم عندنا دكتورة يناس هذه معها دكتورة في الجنباز مدربة سابقة في مصر من أفضل مصر دكتورة في الجنباز وحتى زوجها هو مدير المركز للأولاد وهو برضو معها دكتورة في الجنباز فعائلة يعني جنبازية إلى أبعد مستوى ممتاز طيب بعدين أنتم تدخلوا منافسات يعني عندكم خطط بالجيل اللي أمس كان معنا تحد الكاراتيب عندهم واحد جايب ميدالية أولمبية وعندهم واحد أمس كان جادس جنبهم جايب ميدالية عالمية وقاعدين يتكلمون أنه عندهم جيل جديد قادم أنتوا على مستوى التنفسية حين قاعد أتكلم معاك على مستوى الممارسة خلصنا منها على مستوى التنفسية وين واصلين؟ بكل شفافية الآن ما نقدر نفس إلى على مستوى إقليمي يعني مستوى آسيوي مستوى دولي صعب جدا فالهدف من مجلس إدارة يعني الحالي أنه نحاول نستثمر في الأجيال الصغيرة من أعمار أربعة إلى ستة لنبني أبطال ممكن يعني يحققون ألقاب إن شاء الله في دورة العرب أسيوي في 2034 في الرياض إن شاء الله طيب خلنا نرجع شوي بس الموضوع المركز عندكم كم حصة في الأسبوع؟ على حسب الأوقات المتوفرة لأنه تعرف عرض الطلب والأوقات صعبة أنا حين سجلت عندك ب 266 رياض في الشهر كم مرة أجيب الولد أو البنت عندك؟ يعني من ثلاثة إلى أربع برات في الأسبوع يعني في الشهر نحن نتكلم عن كم؟ يعني تقريبا في الشهر دعنا نقول أربعة 16 حصة 16 حصة كم في الأسبوع؟ لا في الشهر 16 حصة في الشهر ب 266 يعني السعر مدعوم شوي ما مدعوم؟ ما مدعوم؟ أنت عارف أنت عارف المراكز الخاصة أغلى بكثير لا لا أنت عارف أنا أدفع 2000 ريال بالضبط على 12 حصة وعلى فكرة ترى الطلب جدا عالي وحتى الأندية الخاصة مو قادرة تلحق على عدد الطلبات يعني ترى ما شاء الله الآن شعبية الجنباز جالسة ترتفع بشكل كبير وكلنا لا أندية خاصة ولا أندية حكومية ولا مراكزة رياضية تابعة لنا قادر نلحق على الطلب 12 حصة ب 2000 ريال أنتو عندكم 16 حصة ب 266 والذي يدرب عندكم دكتوراه نعم وأنا الذي يدرب بنتي والله أنا ما أعلم هل هو كان بيتزا ديليفري من أول ولا حتى فهمنا ولا مدرب أنا أرى ناس لابسين رياضة هلهم خبرتهم والله ما أعلم نرى نرى الأندية الخاصة يعني ممكن نكون أعظم من اللي عندك بس ما عندي شيء مضمون نحن يعني مثلا خططنا الاستراتيجية للأندية خاصة الأندية الحكومية نتمنى أن الأندية خاصة تكون هي على وقلاتهم الفيدرز يعني هي اللي تغذي الأندية الحكومية فحتى نفكر أن نسوي بطولات للأندية الخاصة فقط ويجون كشافين من الأندية الحكومية ويختارون هم يتفاوضهم مع اللعيب المميزين عساس أن يستقطبونهم فاندياتهم واحد مرسل يقول لا تفتح عيون أبو محمد على الأسعار لا يرفعها بكرة يحطرنا الشهر بخمسمائة ريال أرجوك أرجوك ترى أنا قاعد أعطيك بس مقارنات عشان أحفز الناس وأعلمهم قدش الموضوع السوق سهل لا تجيب بكرة ترفع على أسعار سوق عرضه طالطة لأمرك لا 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 يخليك لا أجد والله 266 بعد ميب شوي أبو نايف طبعا بالتأكد أكرر سعادتنا بوجود أبو محمد وأنا بالنسبة لي طبعا إلا ثلاثة شهور وعندما تفاجأت بالدخول في البطولة أنا أريد أن أسأل كرئيس التحاد نعم وش أقوى التحديات عندك والله التحديات كثيرة يعني أول شيء نريد أن نزيد قاعدة اللعيبة نريد أن نزيد قاعدة المدربين نريد أن نزيد قاعدة الحكام يعني المرافق ما عندنا مثلا مرافق في جدة عندنا مرافقنا فقط في الرياض والدمام تابع للاتحاد فالآن بالتعاون مع جهات أخرى إن شاء الله بيكون فيها مرافق تابع لنا للاتحاد الجنباز في جدة إن شاء الله في المستقبل القريب ونريد أن نتعاون مع الأندية الحكومية التي غير مفعلين للعبة أنهم يفعلونها أو الذين يفعلون للعبة فقط للأولاد أن يفعلونها أيضا للبنات الأندية الحكومية الأندية يعني زي دصر هلال هذه وهم مشمورين في استراتيج الدعم العامة مختلفة وزي ما ذكروا في التقرير هي ستين نقطة النقطة فيها ثلاثمائة ألف ريال فالأندي ستستفيد باستفادة كبيرة لدينا ناديين الآن هي المسيطرة على الجنباز لدينا نادي الاتحاد ونادي الاتحاد الستة التي فازوا في الألعاب السعودية تقريبا يعني خلن نعدها لكم هم ست فائزين كل واحد على جهاز جهاز الحركات الأرضي عبر عزل الجهني من نادي الاتحاد جهاز حصان الحلق كاظم انتيف من نادي الخوالدية جهاز الحلق علي مبريك نادي الابتسام جهاز طالة القفص اسماعيل الشعبي نادي الاتحاد جهاز متوازي ناصر اسميري نادي الاتحاد جهاز العقلة على العواز نادي الابتسام فكلنادي الاتحاد نادي الاتحاد متسيدين في اللعبة طبعا هي تقريبا الاتحاد والاتحاد والخوالدية و شباب داخل في نعم لكن المتسيدين عندما يحصلون على البطلات هم الاتحاد والابتسام و نتمنى أن الأندية الحكومية تفعل اللعبة و يكون هناك تنافس عالي يعني أن التنافس يخدم اللعبة كلها أنت في لقاء لك سابق كنت تقول مشكلتنا عدم الاحتكاك نعم يعني اللعابة السعودية بصراحة ميزتها أن أول شيء عندنا بعض اللعيبة تلقاه أول بطولة يشارك فيها تنافس فيها عالي تكون خارجية فيكون مرتبك وما يكون جاهز يعني فما يكون في أي احتكاك قبل لا يشارك في بطولات الدولية فموجود بطولة بهذا الزخم بهذا المبلغ الجائز الكبير والتنافس العالي يعطيهم احتكاك ممارسة خبرة تعامل مع الضغط وتخفف عليهم من الضغط النفسي في البطولات الخارجية والإقليمية طيب محمد أنا عارف أنك الكثيرات الشهور بس هي الفكرة أن مثلا اتحاد الجنباز بالتأكيد الجنباز مدارس مثلا في مدرسة روسية في مدرسة أمريكية في مدرسة رومانية بالتأكيد الاتحاد برضه عنده مثلا مدير فني ممكن الخطط الفنية هذي هو اللي يسويها صحيح يعني زي أغرب الأندية نعم فأنتم مثلا مخططكم استراتيجية خصوصا الفنية نحن في أي مدرسة رايحين يعني نحن نركز نزيق كلام جيميل لما قلت أنت حتى المدربين ما نبغاهم أقل شيء ما عندهم مشهادات نعم نبغاهم مدربين يعني ابن اللعبة وفاهم اللعبة بالتأكيد لما أجيبنا خبرات وأسوي اتفاقيات مع الدول هذه المتقدمة أقل شيء حتى مع أكاديمياتهم حتى مع إرسال زي اللي سووا الابتعاتهم والابتعات والأشياء هذه فهل هذه الفكرة كاستراتيجيات عند اتحاد الجنباز مطروحة يعني على المدرسة نعم حنا عندنا طبعا لجنة فنية وعندنا مدير أداء رياضي لكن وهم المسؤولين عن تطوير اللعبة من ناحية تطوير اللعبة تطوير الحكام تطوير المدربين ووضع استراتيجيات الارتقاء باللعبة لكن حنا عيننا على مثلا اللي نستهدف نكون لو قريبين منهم اللي هو مصر في الجنباز اتحاد المصري للجنباز عندهم حسب اللي سمعت حول عشرين ألف لاعب والأنديا اللي مسجلة بالمئات وعندهم قاعدة ضخمة جدا حتى عندهم بطولة بعد شهرين في القاهرة اسمها بطولة الفراعنة عدد المشاركين فيها عدد مهول فنتمنى أن نتعلم منهم نستفيد من خبراتهم ونتعاون معهم بصراحة نتعلم من اللي سابقين في اللعبة وهم ما شاء الله متسيدين وهم أفضل الناس أتوقع على المستوى الأقليمي المتخب المصري حسنا نذهب للفاصل بعد الفاصل ماجد يبدأ سلت في رعاية الفيصل غداً الخميس انطلاق مؤتمر رابطة المدربين السعوديين التظاهرة الرياضية الوطنية الكبرى تتواصل في يومها السابع والأمير فهد بن جلوي يتوج الفائزين بمنافسة رفع الأثقال البرلمبية الأمير دليل بنت نهار تتوج الفرق الحاصلة على ميداليات كرة السلة بدورة الألعاب السعودية الصقور يواصلون التأهب للمنديال ورينارد يرفع وطيرة الاستعدادات لمواجهة آيسلندا غداً انطلاق بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت ثلاثة وعشرين عام في جدا بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب رئيس اتحاد الجنباز ضيفاً على كورة في كورة رئيس اتحاد كرة السلة يكشف تداعيات القضية الأبرز في اللعبة بين ناديي النصر وأحد اتحاد الرياضة للجميع يعلن عن النسخة الثانية من ماراثون الرياض الذي ينطلق في فبراير المقبل ضمن موسم الدرعية الحادي عشر من نوفمبر موعداً لجولة العالم لكرة السلة ثلاثة في ثلاثة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمير وتنف المملكة العربية السعودية ما جد الحديث عندك؟ أول شيء أبو محمد يعني أنا سعيد بالظهور معك في برنامج كورة وسعيد دائماً كإعلامي رياضي سعودي أنه يعني رجل شاب مثلك يجلس على كرسي مهم لاتحاد لعبة مهمة اليوم مثلاً بوجود يقول لك كيف أنا أعرف أنه هذا النادي الخاص مرخص أو غير مرخص أنت قلت له إما أنك تتراسل معنا عن طريق الإيميل أو عن طريق تطبيق لكن الشيء المهم السؤال هذا هل في أبو محمد أنديا غير مرخصة؟ نعم حالياً فيها عندنا تسع أنديا خاصة ثنين لمرخصة وسبعة لغير مرخصة وعندهم مهلة سنة لتصحيح وضاعهم فإن شاء الله نتعاون سواء أنهم يكملون الطلبات على ساس أنه تم تعطاهم التصريحات اللازمة كما قال الوجود ممكن يكون المدرب أو المدربة الموجودة في النادي الغير مرخص أساساً هو ما عنده الكفاءة الفنية أنه يتولى عملية تدريب فهي مخاطرة على الأطفال عشان كذا فيه مطلبات طال عمرك نعطيهم مطلبات ونتأكد أنهم حقين مطلبات هذه فنزورهم كل فترة يعني للتأكد أنهم استكملوا الطلبات اللازمة وحتى بعد وضع التصريح يكون في زيارات دورية يعني كل ستة شهور كل سنة ممكن تكون في زيارة للطلاع على الأجهزة على المدربين على كل شيء جميل في التقرير الذي يعده فريق العداد فيه برنامج كورا عن الجنباز ذكروا بأنه فقط الأندية الحكومية هي 21 نادي يعتبر رقم يعني زهيد قياساً بحجم الأندية الرياضية عندنا الحكومية السؤال أنت أكيد عندك تارغت واضح وهدف مباشر أو كيلك ثلاثة شهور بدري أننا نحكم على مستوى الأداء لمجلس إدارتك ولك رئيس لكن التارغت اللي عندك أنه الموسم الجاي كم توصل الأندية دي بدل ما هي 21 كم عندك متوقع الطبوح نرفعها 50% نزيد الموسم القادم 10 أنديا بإذن الله طيب عندكم خطوات واضحة اليوم تمارسونها كاتحاد اللعبة مع أندية ويلتك تسميهم وتعطينا وش الخطوات اللي بديتها معها أنا أذكر لك الأرقام لكن من غير أسامي اجتمعنا مع ثلاثة أندية من أندية الكبار وكانوا جدا مفتحين وجاهزين حتى تناقشنا في تفاصيل التفاصيل وكانوا جدا متحمسين لتفعيل اللعبة وخاصة أن اللعبة مدرجة ضمن دعم لعب مختلفة فالكل مستفيد في النهاية إذا قلنا في دورة الألعاب السعودية المقامة حاليا في العاصمة الرياض والنجاحات الغير عادية اللي شفناها على مستوى الدورة هذه ووجود لعبة الجنباز إذا الاتحاد تقريبا هو نادي ثاني هم المكوشين على الميداليات وما عندك مركز في جدة رغم أنه في قوة واضحة من خلال نادي الاتحاد نعم عشان كذا في قاعدة لعبة ممتازة في جدة لكن ما عندهم دائما تجينا شكاوي من الأهل أن ما عندنا مركز تابع للاتحاد في جدة فالآن شغالين على إنشاء مركز إن شاء الله يعني رح تأخذ إن شاء الله فترة لما يهتم تجهيز المركز وإن شاء الله يعني يكون مركز يليق في جدة المعسكرات الخارجية أبو محمد قد تكون إلى حد كبير شبه مفقودة صح واليوم في ظل بصراحة الدعم الحكومي الغير عادي لكافة الاتحادات نعم وفي ظل أيضا الاهتمام المباشر من سمو الوزير الأمير عبد العز بن ترك الفيصل هذه أرضية خاصة ما تساعدكم وأنتم كرؤساء اتحادات جدد بينكم تنجحون كيف شايف البنية التحتية للجنباز في السعودية بشكل يعني عام الآن جيدة لكن الطموح أنها تكون أعلى بكثير يعني بنحاول طبعا عن طريق التعاون مع الأندية الخاصة والأندية الحكومية أنها نزود المرافق نبني ببنية تحتية قوية عساس نقدر إن شاء الله يعني ننهض في الرياضة آخر ناحية عندي أبو محمد متى يراهن أوكي أبو محمد على أنه أنت تقول لسه ما وصلت مرحلة أنه نافس قاريا ولا عالميا نعم متى توصل المرحلة تصير راكب طيارة أنت وكم لاعب ولاعبة من الجنباز ورايحين مثلا لأي دولة استشادت قبل شوي بطولة الفراعنة مثلا ورايحين لأي دولة في العالم تقول أنا الميدالية عندي واحدة من الميداليات عندي في الجنب متى متى ما نقدر نحدد وقت لكن بإذن الله الطموح بل 2034 في دولة العاب الاسيوية أنه نكون حنا من ضمن الدول الأفضل في لعبة الجنباز تفضل أستاذ تركي خلصوا سيرتكم محمد أعرف أن المعلومات أخذناها غير كافية وأنا أعتقد أنه اللي يستفيد معلومات أكثر لكن اللي لا يستطيع يزوركم ويحصل على المعلومات كيف يستطيع أن يحصل؟ عندنا موقع عندنا موقع عندنا تويتر عندنا جميع وسائل التواصل الاجتماعي وحتى ممكن يزورونا في مقرنا في اللجنة الانبية ممتاز وعندنا مركز الرياض برضو ممكن يزورونا هناك فعندنا أكثر من مكان ممكن يزورونا الأستاذ سيمان رجاس رئيس الاتحاد السعودي للجنباز شكرا جزيلا لك شكرا لوجودك معنا أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله تكبر مساحة الممارسين لها الرياضة الجميلة ونوصل إن شاء الله في يوم اليوم لمرحلة نفسية كبيرة إقليميا ودوليا وعالميا شكرا على الاستضافة وشكرا ضيوفك الكرام وشكرا لأعزائي المشاهدين شكرا لك فاصل قصير بعدها نعود أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية نضم معنا دكتور غسان تشقندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة أهلا وسألنا يا دكتور يا هلو غلا وجود كيف الحال؟ حياكم الله حياكم الله دكتور دي سويد ما جتواجد ينزلوا معنا ما عرفين احنا طبعا أنا مبسوط والله العظيم بالرؤساء التحدي قاعدين يطعوا معنا في البرنامج وعجبتني أنه أغلبهم ناس أكاديميين وناس يعني متعلمين شبابنا حلو والله العظيم والله بلدنا فيها كواليتي ناس على أعلى مستوى طبعا دكتور غسان تشقندي في المجال الطبي متخصص في مجال طبي رح نتعرف عليه بعد شوي ممارس قديم ومهتم بلعبة الكرة السلة أخذوا العلم والطب وأبعدوا عن الملعب لكن بقي الشغف داخله موجود طبيب في النهار يلعب كرة سلة بالليل لازال حتى الآن يمارس اللعب من باب الهواية والاستمتاع ويدير الاتحاد السعودي لكرة السلة عندنا الكثير مواضيع نبغى نحكي فيها معاك دكتور نبغى نتعرف عليك ونتكلم معاك في مواضيع لكن نشوف هالتقرير ونرجع لك في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده منافسات كرة السلة وحرص اتحاد اللعبة على نقلها لمستويات أفضل وجذب أكبر عدد ممكن من المتابعين والمحبين لكرة السلة تفاجأ الوسط الرياضي مؤخرا بسجال وجدال بين فريقين عريقين تمثل في فريقي أحد والنصر الذين يتنافسان بشكل محموم داخل الملعب ويبدو أنه قد انتقل خارجه والعنوان الأبرز هو اللاعب الدولي ناصر أبو جلاس الأزمة تفجرت بعد غياب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام النصر لحساب الجولة السادسة وفي المباراة ذاتها أشعل معلق المباراة فتيل الأمور حين ذكر بأن اللاعب قد وقع عقد انتقاله لأصفر العاصمة ما حدا بمسيري الفريق الأحدي إصدار بيان استنكروا فيه ما حدث بتاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر مطالبين بمراجعة اللائحة التي أقرت مؤخرا حيث أنها تضر بمصالح الفريق على حد تعبير الفريق المدني في بيانه بدوره رد الاتحاد السودي لكرة السلة ببيان مفاده أن لدى الاتحاد قنوات رسمية لطلب الرد عن أي استفسار ولم يردهم شيء من قبل نادي أحد وبشأن العقود فإن الاتحاد لن يعتمد أي تعقود وقعت قبل الثامن والعشرين من أكتوبر وأن ما يذكر في القنوات الناقلة لا يعبر عن رأي الاتحاد وليس له علاقة به وأشار إلى أن لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة قد صدرت وعتمدت في الرابع من سبتمبر على أن يتم تطبيقها في الثامن والعشرين من أكتوبر وهي فترة كافية حسب بيان الاتحاد لإنهاء عقود اللاعبين الجديدة واختتم البيان بضرورة المحافظة على تركيز اللاعب الذي يتواجد في مهمة الدفاع عن شعار الوطن في تصفية كأس العالم لكرة السلة كل ذلك قبل أن يعلن النصر رسمياً توقيعه مع اللاعب في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم فهل ستشهد هذه الحادثة فصولاً جديدة؟ وهل نشهد حالة أخرى أكثر جدلاً؟ وهل إقرار اللائحة الجديدة قبل وقت قصير كان كافياً للأندية لمعالجة أوضاعها؟ وهل سيعلق أبو جلاس الجرس لغيره من اللاعبين في البحث عن مصلحتهم وفق ما تقره اللوائح والأنظمة؟ أسئلة ستعقبها إجابات وإنا وإياكم لمن المنتظرين طيب دكتور يعني مش قصور فيكم القصور مننا إحنا كإعلام عرفنا بشخصك الكريم الدكتور غسان عرفنا فيك لأنه زمقتك إحنا إعلام مقصر إحنا إعلام خلف كرة القدم ونحق كرة القدم ولما جتها المناسبة اللي هي الدورة للعاب خلتنا نشوف الأمور من زوايا مختلفة يمكن أكثر لعبة بعد كرة القدم متابعة عندنا كرة السلة والطائرة بس تظل كرة القدم هيملة على الأجواء عرفنا بالدكتور غسان كذا أنا والمشاهدين من حضرتك الله يا كريم أول شيء شكرا للإصطدافة وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي المشاهدين أولا أنا شخص شغوف بكرة السلة ألعب كرة السلة وأنا من عمري تقريبا ستة سبع سنوات مرستها كهواية في أحد الأندية الخاصة وبعد كذا لعبت في نادي الاتحاد في الفئة السنية وبشيت معهم وفزنا ببطولات كثير في ذيك الأيام وبسبب دراسي دخلت كلية الطب والعلوم الطبية وفي ثالث سنة قررت أنه يعني صعب أن أنا أوفق ما بين الدراسة والنادي والسفريات ثالث سنة كلية فقررت أنه يعني أمارس كرة السلة كهواية مع الأصحاب وأترك اللعبة الأندية وأركز في دراسي ولكن بعد طيب صح أو لا غلط اليوم لا صح مبسوط بالقرار بالنسبة لي أنا صح اليوم مبسوط بالقرار اي أنا مبسوط من القرار طيب واحد حقق بطولات مع نادي وشب نعم وذاك طعم البطولات والأجواء سهل أنك تترك اللعبة وتروح للدراسة ولا صعب كان قرارك ولا قرار أحد قال لك أترك وروح لا حقيقة خلينا كذا بصراحة لا حقيقة كان قراري بشكل كامل ولكن بسبب شغفي للرياضة وشغفي لكرة السلة بشكل خاص كملت مجالي في كرة السلة كوكيل أعمال في ذيك الأيام كنت الوكيل الوحيد المعتمد في الشرق الأوسط في مجال كرة السلة وأنت طالب وأنا كنت طالب طب سهل كان موضوع سهل يعني أنك أنت تخرج من هذا الجو جمهور وألعاب ما هو قرار سهل ولكن ما كان صعب وكنت يعني وقتها مضغوط بالدراسة وبهذه الأمور فكان لازم أخذ القرار يعني لو عندك أبن وعنده دراسة وعنده نجومية في لعبة وحيختار واحد منهم وقال لك أعطني رأيك واش تقول له بكل صراحة بكل صراحة بكل صراحة دراسته وأنت رئيس التحاد اللعبة وأنا رئيس التحاد اللعبة أقول دراسته خلص دراستك وأرجع أو أدرس في الجامعة كمل رياضتك خلصت كمل بعدين تحس أنه صار وقت لازم يكون عندنا الرياضة الجامعية مهمة جدا الرياضة الجامعية والرياضة المدرسية من قبل كان ممكن تساعدك هذه الرياضة لك أن تتكمل هنا و هنا لعبنا ولكن ما زال البطولات الجامعية بطولات محدودة ما هي بالحجم في بعض الدول الأوروبية أو أمريكا مثلا دور الجامعات معروف في أمريكا وهو سبب احتراف اللاعبين بعد كده تجهيزهم في الجامعات طبعا من قبلها في المدارس ممكن نوصل لهالليفل في يوم من الأيام أتمنى ولا صعب كنا نتمنى ما في شيء صعب ولكن أتمنى في يوم من الأيام لو اشتغلنا على هذا الموضوع سيأخذ منه كم سنة يعني سيأخذ سنوات نحتاج سنوات إلى ما تنظم حوكمة الرياضة يحتاج فلوس ولا يحتاج علام ينقل أكثر أعتقد فلوس الجامعات موجود عندها فلوس تحتاج ترتيب أوراق داخل الرياضة الجامعية الآن عندنا دوري جامعات وتقول لي فيه فلوس لماذا لا نسمع عنها ما فيه إعلام واحدة من المشاكل الإعلام ولكن ما هي المشكلة الوحيدة فيه مشاكل كثير مشاكل حوكمة مشاكل ترتيبات الأشخاص نفسهم اللي موجودين في الجامعة لسه يحتاجوا زيادة في في العلم أكثر رياضة ممكن تنجح في الجامعات بكل شفافية كرة القدم السلة الطائرة الجنباز الربع لأثقات بكل صراحة لا لا صعب صعب أعتقد أكثر من رياضة رتبهم لي دعنا نقول الرياضة التي تعتقد أنها متاح جدا سيكون منحاز لكرتة السلة لكن أعتقد أنها لا سيكون يعني يعني فير لهذا الموضوع أعتقد أن أنا سأقول كرة السلة ولكن اللي بنشوفهم مارسين بنشوف كرة القدم بنشوف التيك وندو بنشوف الكراتي بنشوف الجنباز كنت أشوفهم وأنا ألعب في الصالة في الجامعة الصالات الجامعات عندنا مجهزة رياضيا بشكل جيد نعم بس مش مستغلة مهي مستغلة ولكن مجهزة أشوف أبسطها ملاعب كرة قدم جامعة الملك سعود الصالة الداخلية مرسول مرسول عندك الصالة توهم مخلصينها بلعبوا فيها كرة اليد في بطولة الألعاب السعودية صالة يعني على مستوى عالي جدا طيب نكمل معاك تركت في السلة وكملت في الطب أي تخصص تخصص الطب يعني تتخرج طبيعة عام أنا أكمل بعدين ماجستير في الأورامة الطبية ودكتوراه في الأورامة الطبية من وين من جامعة ماجستان ودكتوراه أي جامعة أدنبرا في بريطانيا ما شاء الله واشتغل ثلاث سنوات في الصحة بريطانية الناشنال هيلث سيرفز ما شاء الله وبعدها رجعت للسعودية وطولها الفترة السلة معاك طبعا السلة معايا ورجعت هنا ورجعت هنا و أنا هناك في آخر سنة صرت عضو مجلس إدارة في اتحاد كرت السلة السعودي مع السادة عبد الرحمن المسعد كعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المنتخبات كانت آخر سنة لي أنا كم عارفين آخر سنة خدمة في المستشفى في وزارة الصحة في وزارة الصحة بريطانية طيب ورجعت وكملت معاهم كعضو مجلس إدارة وفي عام 2000 رجعت وين شئ وشوية علينا دكتور رجعت وين شتغلت مستشفى ملك فاسة تخصصي مستشفى ملك فاسة تخصي جدا في جدا أورام وراثية عندك عيادات وكده ولا أبحاث لا لا أنا ما أشوف ما أشوف مرضى أبحاث أنا أنا لا لا نسوي أبحاث ونشوف برضو عندنا اجتماعات مع دكاترة عشان نشوف إيش الأدوية المناسبة لبعض أمراض السرطانية ولا زلت على رأس العمل ما زلت يعني أنت في النهار في المستشفى وبعد المستشفى بعد الدوام كرة السلة كرة السلة نعم ولا زال هذا الشغف موجود أكيد طبعا طيب حنا كده تعرفنا عليك وعرفنا دكتور غسان خلفية العلمية إن شاء الله تبارك الله الله ينفع بك البلاد والعباد والآن نبقى نتكلم عن غسان حق كرة السلة نسمي بالله كده وتقولنا إيش سالفة أحد وإيش سالفة النصر إيش الموضوع إيش اللاعب داني طلع والبيان والكلام نتكلمه أنه اللاعب تركنا ويتهمونا دي النصر والمعلق قال اللاعب وقع قبل يومين النصر وينعلانو عن اللاعب اللاعب غاب في مبارات سابقة قبل النصر يقول له فلوس إحنا نأخذ القصة والرواية منك ممتاز قبل ما ندخل للقصة هذه لازم أشرح لك موضوع معين في الألعاب المختلفة في السعودية ما عندنا احتراف في مو بس في كرة السلة في الرياضات المختلفة الاحتراف موجود فقط في كرة القدم بمعنى اللاعبين في الألعاب المختلفة في السعودية ما عندهم عقود في نادي في درجة الناشئين مضطر أن يستمر لين ما يعتزل خلاص صار محكور مع هذا النادي هذا النظام عندنا هنا نظام هذا عندنا من سنوات طويلة دعني أفهم منك يعني أنا لو مثلا ساكن في الرياض والدي سجني وفي الناشئين في الهلال نعم وبعد أربع سنين الوالد نقل جدا نعم أنا ما أقدر ألعب في أي نادي هناك ما تقدر إلا لو نادي الهلال نسقك وبدون تنسيق حقا أنا حتفضل معلق ولا في نظام يغير هذا الشيء لا لا هذا النظام السابق سمو الوزير الأمير عبدالعزيز من ترك الفيصل قبل سنتين طلع في اللقاء وقال أتكلم على هذه المشكلة بالذات أنه حقيقة نحن نشوف حل لهذه المشكلة وطلع بجملة قال شبه الاحتراف لازم نبدأ شيء شبه الاحتراف وأنه نعطي اللاعبين مجال أنهم يوقعوا مع أندي ثاني يوقع عقود وأنه يقدر يترك النادي اللي ما يبغي استمر فيه وهذا الشيء حق من حقوقه من الصعوبة اللاعب يطور في نفسه وعارف أنه طول حياته سستمر في نادي وممكن ما يعني ما راح ما يحتاج أنه هو ياخد فلوس أو عقد من النادي فبالتالي إيش المحفز أن أنا كلاعب أني أطور في نفسي أن أنا ما راح أستفيد لا مادياً ولا أقدر أنتقل لنادي ثاني فاللجنة الأولوبية مشكورة أرسلت للاتحادات كلها طلب أنه يعملوا لائحة جديدة لأوضاع اللاعبين منها أنه يحددوا سن معين لتوقيع العقود بشكل إجباري الجميع يوقع عقود لو ما تريد أن توقع عقد وقع استمارة لعب هاوي أقلها سهم شيء يكون فيه عندك عقد واضح علاقة قانونية رسمية بين الطرفين علاقة قانونية بالضبط ولكن مرجعك مين؟ اتحادك الدولي كورت السلة مين مرجعي؟ اتحاد الدولي لكورت السلة راجع لوائحهم فنهاية 2021 تواصلنا مع الاتحاد الدولي نشوف اللوائح الموجودة عندهم بالنسبة للاحتراف تبغي تشوفوا أفضل ممارسة تناسبكم وتناسبنا عندنا قانونيين عندنا فنيين اجتماعنا عملنا لوائح رجعت رفعناها لجهات قانونية وجهات ذات الاختصاص اللجنة الأولمبية راجعتها من ناحية أنها هي قانونية برضو طبعا سلمناها في نهاية في نصف مارس 2021 جاءنا الرد بالقبول وراجعناها من برضو قانونيا مرة ثانية ورفعناها للأندية كتعميم في 2 سبتمبر 2022 هذه السنة قبل بداية الموسم الرياضي وخبرنا الأندية أنه اللاحت هذه ستطبق بعد شهرين اللي هو 28 عشرة زي ما في التقرير قال 28 عشرة تفعل تفعل هنفتح بشكل استثنائي باب انتقالات وباب تصنيف في هذه الفترة من 28 عشرة إلى 16 11 بالميلادي السبب أعطناهم الشهرين هذه أنهم يخلصوا كل نادي عنده 20 لاعب في خلال الشهرين هذه خلصوا عقودكم مع اللاعبين أو إذا اللاعب رفض ممكن توقع استمارة هاوي واللي ما يبغي يقعد عندك يقدر يروح واللي ما يبغي يقعد عندك يقدر يروح أوكي في اتحاد كورت السلة من تقريبا 15 سنة من أول ما يعني في فترة الأمير طلال بن بدر طلعوا بقرار في ذيك الأيام يعتبر قرار استثنائي أنه اللاعب لما يصير عمره 30 سنة يحقله الانتقال يرفع اسمه الانتقال هذا يفكه من القيود يفكه من القيود بس بعد ما صار عمره 30 سنة وكل فترة كنا ننزل شوي وصلنا إلى 28 سنة والأندية معترضة يقول لك هذا اللاعب لاعبي كيف تطلع بر النادي ولكن أنت تطور لعبة لازم اللاعب يستفيد لازم اللاعب يحس أنه فيه حافز لازم يكون فيه حرك بين الأندية طيب المهم صار هذا الموضوع ورفعنا التعميم للاحة اللاعبين الجديدة هذه اللي رفعناها للأندية وعطناهم شهرين وبعض اللاعب وقعوا وارسلوا عقود للاتحاد السلام وبدأت الناس أنه من 18، 19، 20، 21 النادي اللي هو طلع فيه في فئة الشباب له الأحقية أنه وقع معه لو رفض اللاعب ويروح لنادي ثاني يدفع بدل تدريب بدل التدريب هو قيمة العقد اللي النادي أعطاه لللاعب يعني زي اللي يصير في كرة القدم فأعطينا أحقية للنادي خلال الفترة الأربعة سنين الأولى عشان أنك تعبان عليه لك حق أنك تأخذ بدل تدريب أما فوق 22 سنة لاعب حر هو يختار النادي يخلص عقدك وروح معليته وروح فنادي أحد كان معترض على هذا القرار في البيانة اللي هو وضحه أنه نحن ما أعطيت الفترة الكافية أنه نخلص مع لعبتنا شهرين ما هي فترة كافية هو النادي الوحيد أم لا يوجد أكثر من النادي؟ يعني نحن ما جانا من أحد بشكل رسمي ولكن في بيانهم هو النادي الوحيد أنتوا ما جاءكم أي أحد رسمي قال لكم يا أخي شهرين ما تكفي؟ لا لا ما في أحد جانا ولما أرسلتوا للأنديا ما أحد اعترض؟ ما أحد اعترض وعملنا ورشة عمل وجلسنا مع الأندية وجلسنا مع اللاعبين لشرح اللائحة ونعطي بعض الريكمنديشن لهم التوصيات التوصيات طيب أخذ الآن سنتكلم عن قضية ناصر أبو جلس أبو جلس طيب بعد الفاصل عشان ما نكتعك فاصل قصير بعده نعود نسمع القضية أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمر وتنى في المملكة العربية السعودية دكتور قولنا هذه السالفة لحين وصلنا لين عندها عشان ما نكتعك بالفاصل إيش السالفة؟ شي اللي زعل الأحد وهالي حق ليزعل ولا لا؟ وإذا النصر غلطان كم بتعقبونه النصر؟ إذا أحد ما مع حق كم بتعقبونه أحد؟ هذه كلها مع بعض خذر طيب ببساطة البيان كم بيطالب بالتحقيق مع اللاعب ومع نادي النصر نحن كاتحاد ما نعتمد على بيانات إعلامية لعملت أي تحقيق وما وصلنا أي شيء لا في الإيميل ولا بالبريد ولا بأي حاجة النادي أحد لطلب تحقيق فبالتالي ليس من حقنا أن نحن نعمل تحقيق مبني على بيان نرجع للموضوع اللاعبين ناصر أو أبو جلاس أو غيرهم طالما ما عنده عقد اللاعب في ناديه يحق له يوقع مع نادي ثاني طالما تعدى عمر 21 سنة ووقع العقد بعد تاريخ 28 أكتوبر 2022 لماذا 28 أكتوبر؟ لأنه هي هذه بداية تطبيق تطبيق لائحة أوضاع اللاعبين باتحاد كورتسلم حلو وعممنا للأندي جميعا أنه أي عقد راح يجينا موقع قبل تاريخ 28 عشرة لن يعتد به طيب أنا الحين رفعت لك عقد وقعت مع عبد العزيز السويد يوم 26 أخذت من النادي الأهلي وأنا نادي الشباب يوم 26 رفعت لك أنا الحين أعتبر مخالف نعم وعاقب نعم ممتاز كم طبعا العقاب مو أنا اللي كاتحاد كرة تسلل نحنا في خلال الفترة هذه اشتغلنا أن ننشئ لجنة فضل منازعات لوائحهم هتكون موجودة للجميع في خلال أسبوع لما تنتهي من الشؤون القانونية فأي خلافات هتصير هترفع إلى لجنة فضل منازعات ولكن بناء على التعميم اللي طلع من عندنا ممنوع أنه أحد يوقع عقد قبل هذا التاريخ لأنه بالتالي أنت يعني استخدمت لائحة قبل ما تطبق أو تفعل النصر أعلن على اللعب متى؟ يعني نحنا شفنا ترى في الميديا اللي شفتوا في الميديا بعد تاريخ ثمانية وعشرين عشرة مش قبل؟ لا لا مون قبل ولا رفع لكم أوراق إلى الآن؟ إلا إلا رفعت الأوراق رفعت بتاريخ كم؟ يعني ما رح أقول ولكن بعد ثمانية وعشرين عشرة ما هي مشكلة يعني؟ أنا سواري محدد ما يهم للتاريخ قبل التفعيل ولا التاريخ اللي جاكم بعد التفعيل؟ ما وصلنا أي عقد قبل يوم ثمانية وعشرين عشرة طيب ممتاز أحد من إشه زعلان؟ هو يقول يعني بحسب البيان البيان أنه اللاعب ما لعب إحدى المباريات أنا صعب يعني أنا ما عرف حيتيات الموضوع ما أجلست معهم فما عرف هم يقول لك أنه اللاعب ما لعب إحدى المباريات ونحنا سمعنا في السوشال ميديا وإنت عارف كمان نفس الشي أنه في مبارات ثانية ما لعبها مبارات الفتح أعتقد مبارات الفتح نعم في النهاية اللاعب لو عنده عقد مع نادي أحد أو أي لاعب عنده عقد مع نادي ملتزم أنه يمشي بالعقد إذا أنا عندي عقد مع نادي فلان وما لعبت مبارا من حقهم يعقبوني أما إذا ما عندي عقد مع نادي أنا حر ألعب مباراة ما ألعب مباراة هذا راجع لللاعب أنا بتكلم بصفة عامة طالما أنا وقعت كلاعب بالتاريخ اللي لاتحاد اللعبة وضعه فوضعه قانونيا صحيح أرجع أقول لك ما بتكلم على ناصر بعينه ولكن بشكل عام نتكلم على المفهوم العام نحن بتكلم بمفهوم عام فنحن من ناحيتنا اللي يهمنا أنه العقود صحيحة عدد السنين صحيحة الوقع بعد يعني تاريخ 28 أو بعد فبالتالي نحن نمشي بهذه الأمور أما أي أمور ثانية كيف ممكن نحقق مع لاعب نقول له أنت جلس طيب سؤال مهم الآن إذا الحق الأحد رح يأخذو أكيد طيب إذا الحق مش الأحد وفيه اتهام لنادي النصر حيعاقب أحد ولا مش موجود هذا في اللائحة لا لا اللائحة مهم مكتوبة فيها عقوبات العقوبات عند فضل منازعات أي فضل منازعات فضل منازعات هم ترفع لوراق لفضل منازعات عن طريق النادي بشكل مباشر عن طريق الأشخاص ذوي الشأن مش هم تريكم أنتم لا لا تفضل منازعات برفعوهم مباشرة في شروط معينة لا في لجنة الانضباط خاصة فيكم لجنة الانضباط لا تنظر في الخلافات التعاقدية لجنة الانضباط عندها لائحة انضباط بنعاقب لاعب عمل مخالفة في إحدى مباريات في اللعبة في اللعبة فهذا الانضباط شأن الانضباط والاستعناف للأندي اللي بتستانف على قرارة لجنة الانضباط نعم أما فضل منازعات هنا الخلافات التعاقدية ترفع إلى لجنة فضل منازعات بالاتحاد السعودي كردسلام طيح أنا خلص أنت أتركك للشباب الشباب أبو نايف وأبو تركي طبعا أنا بالنسبة لي لازم أقول مقدمة شوف دائما أنا أتكلم أقول مثلا أوكي أبناء اللعبة يستلمون اللعبة شيء جميل ولكن مو بمعناها أن أبناء اللعبة اللي يستلمون اللعبة يكون ما عنده الشهادات في الكفاءات الإدارية يكون غير متعلم وهذا أكثر الناس تقع فيه أنه والله خليها يستلم خلي ابن النادي يستلم النادي يديرها بالخبرة نعم بس أنا مهم جدا عندك أنه يصير زيادة على أنه خلينا أفضل شيء أن يصير كادر إداري عنده معلومة إدارية وخلنا خبرة إدارية وإذا جاء خبرة إدارية مع معرفة باللعبة هذا خلاص ما سأكون بجد من أطرافها كما يقولون وهذا طبعا مثال حي للدكتور يعني أنت تجيه في الملعب تلاقي عارف الملعب تجيه بالأشياء الإدارية برضو تلاقي شيء إداري ولذلك أنا أتمنى أن اللعبة كلها جميع الألعاب يعني يجمعون الصفتين هذولي مهم جدا اللي تكلم فيه الدكتور جميل جدا أنا خلينا نتكلم عن أنت عارف في الوضع في السوشال ميديا هذه أنا أتوقع أنه أبو جلاس هذا حطب النار مشتعله بين الأندية يعني مش الهدف أصلا هي صراعات بين أندية خلينا نقول الإعلام كبار ودخلت دخلت القضية هذه فيها وبما أني كنت رياضي وعارف الرياضة وعارف الإعلام هذا ممكن هذه من ضمنها وممكن أحد دخل في نفق ما ندري شو يصير فيه بعدا في فضل منازعات ولكن مع اللاحة الاحترافية هذه اللي عندكم هذه بالتأكيد يحتاج لها إلى دعم لوجستي من لجان أخرى لأنه أكيد بيصير فيها ضغرات ويدخلون فيها وقلاء لاعبين زي اللي يصير في كرة القدم يعني بالتأكيد أن هذا الآن أصبح سوك اللي هي السلة هذا واحد مش الأشياء التطويرية الأشياء الاحترافية اللي عندكم أنتم الآن اللي عشان توقف يوقف الاحتراف على الرجول اللي عنده في السلة الشي الثاني ممكن أغلب الاتحادات دكتور أغلبها موجودة في السابق ولكنها على الورق ناشى ولكن أنتم ستلمتحات في أرث كبير جدا وكان في يوم من الأيام ممكن ينافس أو يصل قريب من كرة القدم كجماهيرية فهوش الأشياء اللي أنتم برامجكم ممكن ترجعون السلة للواجهة بأخذ إجابتك بعد الفاصل أكيد فاصل قصير بعد هنا أهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الأخير من الحلقة الحديث لازالتواصل مع الدكتور غسام أسنة أبو رعيفي أكيد أولا شكرا لكلامك جميل والإطراء ولكن أنا حقيرا ما استحق هذا كلام بالعكس أنا واحد من أبناء اللعبة أعتقد كلامك يعني صحيح بشكل كبير أنه يمكن المشكلة هذه خلقت بسبب مشاكل ثانية موجودة صراعات موجودة أعتقد أنه ممكن يكون هذا كلام صحيح من ناحية لوائح بالتأكيد اللوائح ستتغير لوائح ستتحسن وهذا بيصير حتى في لوائح الاتحاد الدولي كل جمعية عمومية تصير في تغير في اللوائح تذكرني السؤال الثاني كان نحن نتكلمنا عن اللوائح وعن الاحتراف وهل ستدعمونها أنتم مثلا بالتحسينات زي ما قلت أنت علي لأنه رح يدخل أنا تدري الشيء للسلة الآن أحب الوكلاء اللاعبين نعم أتمنى أن يكون فيه وكلاء اللاعبين لأن وكلاء اللاعبين ترى لهم دور إيجابي صحيح ومش دائما سلبي لأنهم يهتموا بحقوق اللاعبين اليوم أنت تبغي اللاعب يعرف حقوقه يعرف الأندية لو لوحدها تتوجه لللاعبين اللاعب حقيقة ما يعرف العودة اللعبة للواجهة نتكلمنا عودة اللعبة للواجهة نعم تحتاج وقت تحتاج إعلام يغطي تحتاج إعلام من الاتحاد تحتاج محفزات وأعتقد تحتاج برضو يعني إثارة والإثارة لها مداخل ومخارج بطل الدوري كم يأخذ عندك يعتمد طبعا ما هي يأخذ من الاتحاد يأخذ من استراتيجية الدعم مليون ثومية مليون ثومية مليون ثمانمية بطل الدوري وبطل الكاس أقل مليون ومئتين كافية ولا مفرضاك لا ما هي كافية طبعا ما هي كافية ولكن أفضل من السابق السابق ترى كانوا مئة ألف كم الرقم اللي ممكن يخلي اللعبة دي أنا كرئيس نادي يقول يا حبيب المبلغ كويس ولكن ما تقدر تقول بس على بطل الدوري لأن المبالغ مقسمة حتى على الفئات السنية وهذا شيء غير مسبوق سابقا القيمة المبالغ اللي لكرت السلة 64 مليون توزع على جميع المسابقات عندكم أنتم بالتعام أي يعني كم نادي في المملكة لعب سنة حاليا في عندك 72 نادي و64 مليون تصرف على 72 نادي بكل الفئات بكل الفئات نعم المبلغ يعتبر مبلغ ممتاز أي بسازم يزيد يعني بالأيام إن شاء الله نريد أن نرد نرد أول نرد كرة السلة وننبسط عليها والله العظيم لعبة حلوة ومجنونة وما تعرف كيف تبدأ وكيف تنته وفي لحظات يعني في فترات في الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية كانت كرة السلة جاذبة بشكل كبير فترة انتعاش كرة السلة كانت في نهاية التسعينات وأول الألفين والمنتخب السعودي أحسن نتائجه كانت سنة 96 ميلادي ثالث آسيا ماجد عندك سريعا دكتور الانطباع اللي عندي أول مرة أشوفك أوكي الانطباع اللي عندي الأولي بأنك شاطر جدا واضح من خلال اسلوبك في تخصصك كاستشاري في ناحية طبية أوكي واختيارك لهذا المجال كتخصص وأيضا واضح أنك فاهم واش تبغى من لعبة السلة أنا يوم من الأيام أكرمني الأمير طلال بن بدر عندما كان رئيسا لاتحاد السلة وقتها كان اللي لا يذكر السلة إلا ويذكر اسم الأستاذ عبد الرحمن مسعد أمسي عليه في الخير كأمين عام سابق وأيضا كرئيس الاتحاد وانتزاملت كمجلس داره صراحة الأستاذ عبد الرحمن فاهم جدا في اللعبة وفي تفاصيلها ودهاليزها أنا أتذكر بأنه مرحلة الأمير طلال شهدت نقلة وقفزة كبيرة جدا من خلال موضوع النقل التلفزيوني عندما وقع عقدا مع قناة الالبي سي أعتقد في ذلك المستقبل أو المستقبل وأيضا شهدت حوافز كبيرة للجماهير تشجيعية منها سيارات منها أجهزة منها إضافة إلى ذلك لما أكرمني الأمير وقال لي تعال منسق إعلامي أنا ما جلست لأسبوع تعرف ليه؟ لأني لاحظت أنه العمل الإعلامي في الاتحاد اللعبة مش مبني على أسس واضحة من الممكن أن نحقق تارغيت معين أو نجاح معين اليوم أنت مطالب من خلال يعني وجودك كرجل فاهم ولاعب سابق مطالب يعني عمل شي كبير على مستوى الإعلام مهم جدا وأيضا عمل حوافز اللي يخلينا زي ما قال بوجود كانت ممتعة نبغاها ترجع زي ما كانت ممتعة اليوم أنا لما تسألني عند الجمهور السعودي يقول لك كرة القدم وبعدين يقول لك الطائرة وبعده تجي السنة أنا أبغاك تنافس الطائرة والنافس القدم ليش لا والله يسمع منك هذه صعبة دكتور بالتأكيد صعبة لأنه الاهتمام للشعب الاهتمام الإعلامي كله أكثر على كرة القدم فترة الأمير طلال من مدر الله يذكر بالخير فترة ذهبية من ناحية التغطية الإعلامية من ناحية الإعلانات من ناحية محفزات الحضور للملعب ألعاب نارية في الصالة هدايا هو أول من بدأ رمية نصف الملعب تاخد خمسين ألف وفاز بها أحد الأشخاص في تلك الأيام لو تشوف المباريات تشوف إعلانات حول الملعب في أرض الملعب نقل تلفزيوني في قناتين قناة السعودية والفيوتشر تيفي كانت معلقين من الخارج الكل كان بيتابع فترة ذهبية أتمنى في يوم من الأيام إن شاء الله نصير أفضل من ذلك ولكن تحتاج شغل مثل ما تفضل من بداية ألفين واثنين وعشرين بدأنا نظام استراتيجية دعم الاتحادات من اللجنة الأولمبية ولأول مرة الاتحادات الرياضية يكون عندها كيبي آيز إنهم يحققوا أهداف لازم يحققوا بناء على تحقيق الأهداف بيأخذوا مبالغ دعم لهذه الاتحادات من ضمن الأهداف المحطوطة لكل الاتحاد الإعلام والتقطية الإعلامية بناء لوائح واضحة وأهداف مو هدف واحد أهداف كثير أهداف إدارية وأهداف فنية السنة هذه الأول سنة تطبق كل الاتحادات الرياضية حول 98 اتحاد رياضي تم اختبارهم تم مراجعة الأهداف الموضع وإيش حققوا منها وأخذوا عليها محفزات أعتقد بعد فترة السنة قادمة أو اللي بعدها راح تتطور هذه اللوائح هيكون فيه تغطية عالمية أفضل هيكون تغطية فنية أفضل إدارية نظام حوكمة متكامل بالتأكيد هيكون أثرها كبير جدا على الألعاب الرياضية المختلفة دكتور أرسان نحن ساعدين فيك وساعدين أنه فيه أمل هاللعبة تروح قدام هذه اللعبة محبوبة جدا ونتابعها بسبب تأثير الـ MBA على الناس هنا في السعودية وفيه عندنا أيضا لاعبين في تاريخ الكرة السللة السعودية نحن كنا تحت الهول نتذكر مجموعة من من الأسماء يعني محسن خلاف المغربي عادل الجهني حسن عطلة يعني أسماء عظيمة كانت موجودة فيه غسام مو غسام طشكنديم ألا أسماء أسماء جميلة تركت أثر في وقت كان النقل التلفزيوني أصلا لكرة القدم ضعيف ما بالك في الألعاب المختلفة ولكن الناس تركت أثر نأمل أن هذه اللعبة تكبر وترجع للوهج مرة ثانية شكرا لوقتك شكرا لتواجدك معنا أترك لك دقيقة تحب تقول أي شيء شكرا لكم شكرا لأعطانا فرصة أعتقد بإذن الله رح نوصل لجميع الألعاب المختلفة ليست فقط كرة السلة ولكن نحتاج دعمكم كإعلام نحتاج وسائل أعلامية مختلفة تصلت شوية ضوء يا دكتور لازم تشوفون حل في موضوع نقل اللعبة يعني أنت شفت حين كيف الإعلام قاعد يتعامل مع الدورة هذه حطوا لنا قناة مخصصة للعاب المختلفة أو للألعاب المهمة شوي شوي نبغى نتابع نعم أنت شوف بيان واحد صدر من قلب الدنيا الدنيا الناس تتابعوا وتحب وتحب اللعبة دي بس أنت أعرف أنه ممكن للحلول بيدك بس لازم تأخذون خطوات تجاه الإعلام لنقل اللعبة على الشاشة في تطور حقيقة من السنتين إلى اليوم بدأت أمور تطور سار فيه استوديو تحليلي ما كان أول فيه لا استوديو تحليلي ولا كان فيه معلقين ولا ولا يعني الأمور بدأت تتطور وإن شاء الله ستصير للأفضل ولكن برضو نحتاجكم أنتم كأعلام أنكم تدعموا الألعاب المختلفة تثيروا قضايا إثارة القضايا جزء من نشر الألعاب كرة القدم اليوم بالقضايا بدأت الناس بتتابع أكثر وأكثر وكلنا عارفين جيرانكم في اتحاد القدم عندهم لاعب لها سبع شهور ما خلصوا موضوحا يعني ما عارف 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 يعني أنا خليلي أسجل إعجاب واحترام للبيانة اللي صدر على طول ثاني يوم سبع شهور وفي قضايا شاء الله قعدت سبع شهور لأن الله فتح عليها وخلصت دكتور غسا شكرا جزيلا لك شكرا لوقتك وتمنى لك كل التوفيق شكرا لكم يعطيكم العافية شكرا يا شباب وعدونا غدا في أمان الله في سابع أيام دورة الألعاب السعودية الفين واثنين وعشرين اختتمت اليوم الأربعان منافسات الرماية لفئة بندقية ضغط الهواء لمسافة عشرة أمتار وأقيمت منافسات الرماية في ميدان تدريب الرماية بالأمن العام بمشاركة ستة وخمسين لعبا وتستمر منافساتها حتى السادس من نوفمبر وحسم حسين غويل الحرب الميدالية الذهبية والمركز الأول وتوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبرلمبية السعودية مدير دورة الألعاب السعودية الفائزين بمنافسات رفع الأثقال البرلمبية والتي اختتمت منافساتها اليوم الأبعاء ضمن منافسات الدورة والتي وقيمت في صالة الألعاب البرلمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي حيث اختتمت ظهر اليوم منافسات رفع الأثقال البرالنبية وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب عدنان عبدالله نور سعيد بالميدالية الذهبية والمركز الأول لفئة وزن 49 كيلو جرام وفي وزن 65 كيلو جرام للرجال حصد اللاعب عباد محمد هوساوي الميدالية الذهبية والمركز الأول وفي منافسات أوزان 72 كيلو جرام للرجال و88 كيلو جرام للرجال أسفرت النتائج عن فوز اللاعب إبراهيم مصطفى إبراهيم بالميدالية الذهبية والمركز الأول لفئة وزن 72 كيلو جرام وفي وزن 88 كيلو جرام للرجال حصد اللعب سعيد عبدالعزيز هاوساوية الميدالية الذهبية والمركز الأول كما توجت صاحبة السمو الملكية الأميرة دليل بنت نهار بن عبدالعزيز مستشار سمو نائب الرئيس الأمين العام لللجنة الأولمبية والبرلمبية السعودية نائب مدير دورة الألعاب السعودية فريق جدة يونايتد الفائز بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة السلة للسيدات في صالة نادي الهلال بعد تغلبهم في النهاء على فريق الوحدة بنتيجة 50 مقابل 42 وأخيرا اختتمت منافسات البلياردوة التي استضافها مركز بلاك دايموند بمشاركة 32 لاعبا ولاعبة وحقق اللعب حمزة سيدة الميدالية الذهبية والمركز الأول لمنافسات الرجال وفي منافسات السيدات حصدت اللاعب لارنبارك الميدالية الذهبية والمركز الأول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة